أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين نواصر الحديث أيها الأخوة في سورة التحريم لقول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما في هذه الآية أيها الأخوة دروس عظيمة في شأن ما وقع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرة عليه في قصة تحريم ماريا أو في قصة تحريم العسل قوله إن تتوب إلى الله يدل على أن ما وقع منهما خطأ وذنب فيه وفي ذلك قال إن تتوب إلى الله كأن فيه استنهاض وحث لتوبتهن إلى الله فتعريض لهن بالتوبة مما وقع في شأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال توب إلى الله لكن التعبير قوله إن تتوب تعريضا قوله إن فقد صغت قلوبكما ما معنى صغت قلوبكما مالت وكلمة صغت تجمع بين معنين مالت وأثمت بين المخالة بين الإثم الخطأ المخالفة أمر الله أزوجل في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومالت وخالفت حق الزوجية هنا فهي مخالفة ميل عن الحق وإثم بما وقع منهما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحقيقة نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة فيه دلالة وهو خاص بل هو للصالحين ولمن كانت زوجته على خير وصلاح أن يلحظ ذلك الملحظ المهم أن الفاضلات مهما كن عليه من إيمان وصلاح وهدى واستقامة قد يقع منهن الخطأ والميل خاصة في أمر الغيرة لكنهن أقرب للتوبة والرجوع يعني وقوع المرأة في أمر الغيرة ومخالفتها وخطأها أمر طبيعي جبلي أيها الأخوة فلا ينبغي للإنسان أن يشنع على زوجته في ما يقع منها في شأن الغيرة إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرة عليه حتى حرم على نفسه العسل حرم على نفسه ماريا أمر عظيم لكن الله عز وجل علم ما جبلت عليه النساء من الغيرة فعرضهن للتوبة ولم يجعل عليهن من العقوبة تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه قال إن تتوب إلى الله وهذا من عظيم رحمته ورعايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه التي هن أمهات المؤمنين أقول أن هذا يومئ إلى أن الزوج يجب أن لا يثرب على زوجته في أمر غيرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليهن ولم يطلقهن بسبب تلك الأمر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث لهن أمرا بعد تلك الواقعة لعلمه عليه الصلاة والسلام بحال النساء قال ابن عاشور وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعى من الغيرة وما لا يراعى أي نأخذ منه درسا عظيما للنساء أن حد الغيرة أن الغيرة لها حدوث وأنه لا يجوز أن تتجاوز الغيرة عند النساء إلى ما يعنت على الأزواج ويجعلهم يشقون على أنفسهم بأمر يحرمونه على أنفسهم أو نحو ذلك فأمر الغيرة لها حدود فإن الله عز وجل عاتب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع منهن فالغيرة المعقولة المقبولة أن تكون المرأة تحب من زوجها أن يخلص لها ويحبها ويقرب منها لا شك لكنها مثلا إذا كانت مرأة ذات ضرة فلا يجوز لها أن تتعدى على حقوق ضرتها بمنعه من الذهاب إليها أو ذمها وشتمها وسبها سب ضرتها أو نحو ذلك أو محاولة إغالي صدر زوجها عليها كل ذلك خارج حدود الغيرة المشروعة قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هذا يدلنا على أن الله عز وجل قد راع نبيه أعظم الرعاية وحفظ مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام حفظا لمقام النبوة والرسالة وذلك ظاهر حتى في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب حينما اجتمع النساء النبي صلى الله عليه وأكثرنا عليه وألححنا عليه في النفقة آل منهن شهرا عليه الصلاة والسلام ومطالبتهن بالنفقة أمر يعني معروف في شأن الزواج مع أزواجهن لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قبل ذلك وفوقه أراد أن يربي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي همهن إلى أعظم من ذلك فقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالينا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجر عظيم فأراد أن يرتقي بهمومهن إلى أمر الآخرة مع أن أي الأخوة أمر أزواج النبي وحياتهن إلى الفقر أقرب وإلى الكفاف أقرب فإن أزواج النبي السلام كما تقول عائشة تمضي الليال لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار يعني طعام ولكن الله تعالى أراد أن يرتقي بهمومهن وعظمهن ولذلك ينبغي أيها الأخوة ويا أيها الأخوات الصالحات أن المرأة الصالحة ينبغي لا تترب على زوجها في أمر الدنيا ولا تطالبه وتلح عليه بل يكون همها في طاعتها طاعته وتأليف قلبه وخدمته ورعاية شأنه قربة إلى الله عز وجل وتنتظر من ربها عز وجل أن يبدلها ويعوضها ويزيدها فضلا منه وكرما قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ما الحكمة أو ما السر في ذكر جبريل هنا دون غيره من الملائكة هو رسول الوحي فكأن الله يشعر ذاك أنه ينزل في كل آيات برسول وحيه ففيه تخويف تعظيم في قلوبهن حتى يعظمنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل منهن ما يحصل مثل ما حصل قبل ذلك في تكميل لهذا البيت النبوي في توثيق لهذه الرعاية هذا كله كل ذلك راجع إلى شأن المؤمنين أن يكون هذا البيت قدوة لهم في ذلك كله وما وقع أيها الأخوة ما وقع إلا بإرادة الله يعني هذه الواقعة التي وقعت حكمة من الله تعالى أن وقعت وحدثنا الله عنها وهي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماري أو العسل ليبين لنا أن البيت النبوي ذات الكمال والرعاية والذي يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وحسن خلقه ورعايته يحصل فيه ما يحصل من خلل ويحصل فيه ما يحصل من البيوت من مشكلات وخلافات بين الزوج وزوجته التي لا يسلم منها بيت فالإنسان أيها الأخوة لا يريد لا يطالب بالكمال ولا ينتظر من زوجته أن تكون صافية له على كل حال لكن الزوجة ينبغي أن ترعى حق زوجها بكل ما أوتيت من قدرة وطاقة قال الله عز وجل وجبريل وصالح المؤمنين وذكر الله لصالح المؤمنين قيل أنه إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذان هما أبوى عائشة وحفصة فكأن الله يؤيد رسوله بجبريل والوحي وبأبويكما أبي بكر وعمر الذان هما صاحباه عليه الصلاة والسلام وبغيرهم من المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تأكيد على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن هنا أيضا فيه ترهيب وتأكيد لأمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بحق حق القيام وعدم يعني أن يقع منهن مثل ما وقع من قبل فقال عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن في هذه الآية والإخوة دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير نساء لهذه الأمة والدليل في هذه لا يدلل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خير الأزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن ولم يبدلهن قال الله عز وجل أن يبدله أزواج خيرا منكم فلا يبدله الله عز وجل إلا بكاملات إذا كنا هؤلاء النسوة لسنا أباقيات للنبي صلى الله عليه وسلم فدل على عدم طلاقه إياهن أنهن خير النساء أنهن خير النساء وهن خير النساء وما اختار الله لنبيه إلا خير النساء ومع ذلك يقع ما يقع منهن من القصور البشرية الذي يعتري نفس البشرية كما وقع مع عائشة رضي الله تعالى عنها في أمر غيرتها في مواقع عدة لكن الله عز وجل يعلم ما في هذه المرأة وما في هذه النساء من إيمان وصدق وتصديق وتأييد وما فيهن من خلق عظيم في تعاملهن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الصفات المؤمنات الكمل التي هن خير النساء فمن أرادت أن تكون خير النساء فعليها بهذه الصفات ما هي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار هذه الأوصاف أيها الإخوة كلها تبين كمال المرأة فصفة الإسلام قوله تعالى مسلمات تدل على الطاعة والقيام بأوامر الدين الظاهرة والإيمان بما يعمر القلب من إيمان بالله عز وجل ورسوله ملائكة وكتوبه ورسوله واليوم الآخر صول الإيمان وعما ينبثق منه من أعمال والقنوط طول القيام ودوام العبادة لله عز وجل في الحياة والتوبة هي الندم على ما وقع من خطأ ومعصية وغير ذلك وهذا يشير إلى ما وقع منهن مما تبنى إليه تبنى منه والعبادة في قوله عابدات إلى حالهن مع الله عز وجل في شأنهن كله في عبودية لله سبحانه وتعالى وقوله سائحات احتملوا معنين والآيات الشرعية ثم قال الله عز وجل ثيبات وأبكار ثيبات وأبكار فما سر ذكر الثيبات والأبكار هنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن الثيب وهو كلهن إلا عائشة رضي الله تعالى عنها ولذلك قدم هنا الثيبات وفي تقديم الثيبات هنا دلالة على أن الثيب قد تكون خيرا من البكر أن الثيب قد تكون خيرا من البكر إن كانت صالحا بل إن فيها دلالة واضحة على أن المرأة الصالحة المستقيمة إن كانت ثيبا فهي خيرا من البكر إن لم تكن كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأظفر بذات الدين تنبت يدك فكونه ذكر عز وجل هذه الصفات الثمان الإيمان الإسلام والإيمان والقنوط والتوبة والعبادة والسياحة وهي ست صفات ثم ذكر وصف الثيبات بعدها هذا الاقتران دليل على أن الثيب الصالح خير من البكر غير الصالحة ولا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعض المفسرين في هذا فائدة أن الثيب قدمت هنا لكونها في خبرتها وعقلها ومعرفتها لشأن الزوج ورعايته وغير ذلك أقدر من البكر التي لم يكن لها خبرة في ذلك وعلى كل حال مدام أن الخصة وارد في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهي دالة على حالهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا هذا الانتقال أيها الأخوة من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال المؤمنين يبي لنا ويؤكد لنا أيها الأخوة أن السورة هي تربية للبيت المسلم تربية للمؤمنين في أسرهم كما كانت تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيته فهي رعاية ربانية للبيت المسلم عموما لكن الله عز وجل أعنى بالبيت النبوي ليكون قدوة لغيره قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فالخطاب هنا للمؤمنين جميعا قو أنفسكم وأهليكم نارا ما السر في كونه جاء الخطاب بالوقاية ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أمروا أهلكم بالصلاة والصيام والطاعة وغير ذلك لأن السياق والد في شأن قصة المخالفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان تبعا لذلك تربية المؤمنين لأزواجهم ونسائهم وأبناء لأزواجهم وأبنائهم بوقايتهم من أسباب المخالفة لأمر الله عز وجل ورعايتهم الرعاية التي تحفظهم من ذلك فهو تعظيم أمر المخالفة لأن الغرض من السورة حقيقة الغرض من السورة نلحظ فيها سد منافذ الخلل في الأسرة المسلمة لاحظوا أيها الأخوة أنها جاءت في سد منافذ الخلل في البيت النبوي ثم منافذ الخلل في الأسرة ثم منافذ الخلل في المجتمع في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم فهي عنت بهذا عناية خاصة قال علي رضي الله تعالى عنه في قوله قو أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علموهم وأدبوهم ولاحظوا أيها الأخوة أن الله عز وجل عظم الأمر في ذلك في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة وأهليكم نارا قو أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ثم لاحظوا وتأملوا أيها الأخوة وتدبروا في قوله قو أنفسكم أهليكم نارا ولم يقل قو أنفسكم أهليكم مخالفة أمر الله قو أنفسكم معصية الله إنما أمرهم بأن يقوا أنفسهم وأهلهم النار ليكون أعظماً في عنايتهم وأبلغ في حرصهم إذ أن الإنسان يعلم أن هذه المخالفة ستؤدي بأهله إلى النار فالإنسان أيها الأخوة الذي يجلب منكراً لبيته يعلم أن هذا المنكر قد يوصل أهله إلى النار بمعصيتهم لله عز وجل وأولاده فهذا لم يقي أبناءه والإنسان إذا استحضر أيها الأخوة أنه بمعصية الله في بيته قد يؤدي بهؤلاء الذين يرحمهم أعظم رحمة إلى النار فخوفه عليهم في الدنيا من أي ألم ينبغي أن يستحضر معه كل خوف خلخوف كل الخوف أن يقعهم أمره وتعامله معهم ومعصية الله فيهم إلى ما لا يرضي الله عز وجل إلى حقوبة الآخرة من النار والإقابة ثم تأملوا أيها الأخوة أنه قرن هنا أن جعل النار وقودها الناس والحجارة ليكون أعظم وأبلغ في ذلك في الرد إذ أن الحجارة كيف تكون وقوداً للنار إلا دليلاً على شدتها شدتها ولا يمكن أن تكون الحجارة تتلهب ناراً إلا لعظم هذه النار وقوتها فهذا لا شك أنه أمر يعظم في النفس الخوف من هذه النار وشدتها إذا كانت الإنسان بهذه الطراوة وهذا الضعف سيكون قريناً للحجارة في النار فوالله إن ذلك أمر يفزع النفس ويرهبها أن تخالف أمر الله سبحانه وتعالى هذا أيها الأخوة هذا التعظيم كله من أجل أن يحذر الإنسان مخالفة عمل الله وأن يقي نفسه وأهله من المخالفة التي قد تكون تؤدي به إلى ذلك وقرن الحجارة هنا كما قرنها في آية أخرى في سورة المؤمنون دليلاً على أن أصحاب الذين يعبدون تلك الحجارة من الأصنام سيكونون هم وحجارتهم في النار كما قال الله عز وجل إيش أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أيها ذنب الله قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد انظر أيها الأخوة هذا التعظيم لشأن النار كله لأجل أن يحذر الإنسان على بيته ويحميه من ذلك الخوف العظيم والنار الملتهبة التي عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليس فيه هناك رحمة منهم إلا برحمة الله عز وجل لا ينجو الإنسان بطلب أو بمنادات أو برحمة هؤلاء الملائكة الذي جعلهم الله شداداً غلاظاً لا يعصون أمره وهذا أيها الأخوة ويبعث الإنسان على تعظيم هذه النار وما فيها ليحذرها أشد الحذر هو وأهله وبيته قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا ليهم كيف الخطاب هنا جاء للكافرين مع أن الأصل أنه للمؤمنين مع أنه الآيات نازلة للمؤمنين نعم الخطاب الخطاب أحسن هنا الخطاب ما زال ممتداً في حال أهل النار حال أهل النار يبين الله عز وجل حال هؤلاء الكافرين أهل النار ما هو؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أي يوم يوم القيامة فالله يصور للمؤمنين المشهد في النار ثم يصور مشهد أهل النار بأنهم يبحثون عن عذر وعن مخرج فلا سبيل لهم في ذلك ولهذا قال الله يا أيها الذين كفروا هذا النداء لهم في النار لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون فأي أيها إخوة معنا يعظم في نفس الإنسان أو يبعثه في نفس الإنسان من الخوف والرهبة والوجل من هذه النار التي تبعثه على الخوف وعلى بقاية نفسه وأهله ثم قال الله عز وجل تد السياق إلى الحديث على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله كما عقب حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقول إن تتوب إلى الله فدع المؤمنين هنا إلى تجديد التوبة مع الخطأ والخلل الذي يحصل مع الإنسان أيًا كان لا شك أيها الإخوة والإنسان في بيته سيكون في شيء من المخالفة في كلامه أو في فعله أو في شيء من ذلك فليجدد التوبة ولهذا أخوان الكرام فإن الإنسان الذي يعني بهذا المبدأ في بيته ويعود أو بنائه على العودة أو التوبة من الخطأ والاستغفار لا شك أن هذا البيت سيكون بنائه متيناً وسيرعاه الله خير رعاية وسيحفظه خير حفظ وأما الذي يعيش بيتاً سوهللاً لا رعاية فيه ولا حدود ولا مراقبة ولا تربية ولا وقاية والله إن هذا البيت لمشتت والله إنه لبيت يكون فيه من المشكلات والخلافات والشياطين ما يكون سبباً في سوء حال أهله وتنافرهم والبؤس الذي يقع على أهل هذا البيت أما البيت المؤمن الذي يتواصى أهله بالتوبة والاستغفار والعناية والوقاية ذلك هو البيت المسلم الذي يريد الله عز وجل أن يكون قال الله توبوا إلى الله توبة النصوحة ما هي التوبة النصوح وما الفرق بينها وبين التوبة ذاتها ما هي التوبة النصوح سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا وقال قتاده توبوا إلى الله توبة النصوحة أي توبة صادقة صادقة خالصة لله عز وجل وقال عمز زيدر قال في قوله توبوا إلى الله توبة النصوحة قال التوبة النصوح التوبة الصادقة يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته وحب الرجوع إلى طاعة الله عز وجل ويقول مجاهد عن يزيد قال كان يذكرنا ويبكي ويصدق قوله فعله يقول يا أيها الناس إنكم مكتبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ومجالسكم ونجواكم وخلاتكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان ابن فلان هاك نورك ويا فلان ابن فلان لا نور لك هذا في بيانه لقول الله عز وجل قول الله تعالى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لاحظوا أيها الأخوة أنه بعد هذا التوجيه الرباني بالتوبة قال الله تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والله إنها لرعاية الكريمة أيها الأخوة من الله لعباده ترغيبا لهم إلى التوبة ترغيبا لهم إلى إصلاح أحوالهم ترغيبا لهم إلى تربية أبنائهم وإقايتهم من عذاب الله ومخالفة أمر الله ليكونوا أسرة مسلمة مستقيمة مستقرة على أمر الله سبحانه وتعالى هذا الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى تكفير السيئات ادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثم قال الله يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه في هذه الآية أيها الأخوة دليل على أن الله قد غفر للصحابة جميعا ودليل على أن أعظم الناس إيمانا هم الصحابة إذ أن الله قال والذين آمنوا معه فأقرب الناس إيمانا للنبي والذين كانوا معه هم الصحابة رضوان الله عليهم لكن الآية تعم كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا أيها الأخوة أن الله أدخل النبي والمؤمنين هنا جميعا كأن الله تعالى يقول كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته في شأنه وتربيته ولعايته وطاعته لله عز وجل فإن كنتم معه في هذا الحال الذي يريده الله فإنكم معه في الآخرة والله إنه لا أمر كريم عظيم من الله سبحانه وتعالى يريدنا ربنا أن نكون مع نبينا في الدنيا كحاله وبيوتنا كبيوته لنكون معه في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى في النبي والذين معه في الآخرة قال يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فأولئك الذين أنار الله قلوبهم بالإيمان والطاعة لهم نورهم يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أخذهم النور بأيمانهم شرف عظيم وكونه أمامهم لينير لهم الطريق ويبين لهم طريقهم إلى الجنة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى إياها يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يحتسفون أو يستحذرون خللهم وخطأهم وتقصيرهم فيخشون أن ينطفئ نورهم كما انطفأ نور المنافقين يخشون من زلاتهم التي كانوا عليها وخللهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا ثم يقولون واغفر لنا أي قصورنا وتقصيرنا وزللنا خشية من أن ينطفئ نورهم كما ينطفئ نور المنافقين فإن المنافقين يكونون مع المؤمنين يوم القيامة حتى يؤتى المؤمنون نورهم ثم يقال المنافقين ارجعوا لا نور لكم كما جاء عن مجاهد قبل قليل قال الله تعالى إنك على كل شيء قدير ما سر ختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير في خطاب المؤمنين بالتوبة ووعد الله عز وجلهم في الجنة وتكفير السيئات وطلبهم اتمام النور ما مناسبة ذلك مناسبة ذلك أنهم في حال دعوتهم لله سبحانه وتعالى وحال طلبهم أن يتم الله له نوره وأن يغفر لهم يستحضرون قدرة الله في ذلك اليوم وكمال ملكه وتعظيمه سبحانه وتعالى فيقولون إنك على كل شيء قدير تعظيماً له على ذلك ليس الخطاب هنا خطاب مغفرة ورحمة إذ الخطاب في الآخرة وليس في الدنيا فكونهم يستشفعون لله عز وجل بقدرته وملكه وسلطانه أعظم في ذلك اليوم الذي يظهر فيه كمال الله وقدرته سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما مناسبة هذه الآية لأخوة للسورة وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ثم خطاب المؤمنين وتربيتهم ما مناسبة أمر الله لنبيه بأن يجاهد الكفار والمنافقين والله يا أخواني إن هذا لفيه درس عظيم لنا في هذا الزمن هو أن الله تعالى حينما رعى هذا البيت المسلم رعى البيت النبوي والبيت المسلم أعظم ما يرد الخلل على هذا البيت المسلم ما يسعى إليه أعداء الله عز وجل من الكافرين والمنافقين إلى هدم هذا البيت المسلم لأنه ركيزة المجتمع الإسلامي كله فلذلك قال الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين سدًا للخلل الخارجي على هذا البيت بعد سد الخلل الداخلي من أهله بعد أن عانى الله بسد الخلل الذي يكون بين الأزواج ثم بين الأسرة وأهلها ومن الأولاد أراد الله برعايته أن يسد الخلل عن هذا المجتمع وهذه الأسرة الأسرة المسلمة والأسرة الصغيرة كلها يرعاها عن كيد الكافرين ولذلك ذكر الله تعالى المنافقين هنا فإنهم إذا اجتمعوا مع المنافقين إذا اجتمع الكافرون والمنافقون فإن سعيهم شديد في هدم هذه الأسرة هذا ما نراه واقعا أيها الأخوة في هذا الزمن الذي يسعى فيه أعداء الله من اليهود والنصارى مع ما يوافقهم من المنافقين في الداخل إلى هدم هذه الأسرة إلى زعزعتها إلى محاولة هدم العلاقة بين الزوج وزوجته والعلاقة بين الأبناء وأبائهم ومحاولة تفكيك هذا الكيان العظيم الذي فيه كيان المسلمين بإخراج الطاعة بسعي إلى تمرد الأبناء على أبناء أبائهم ووالله إنما يحصل الآن أيها الأخوة من انفتاح إعلامي وعالمي تنقله هذه الوسائل من جوالات وقنوات هو من الأسباب التي أحدثت خللاً كبيراً في الأسرة إذ أصبح الأبناء يتلقون من مصادر تربيتهم تلك الوسائل التي يرعاها من يعاها من أرباب النفاق والألمنة فأصبح الأبن يتلقى من تلك الوسائل أضعاف أضعاف ما يتلقاه من أبيه بل إنه لا يرى كثير من الشباب أن أبائهم على مستوى التربية الذي يريدون أن يكونوا عليه هذا الخلل الذي أحدث فينا أيها الأخوة والله إنه لأعظم من أعظم الخلل ومن أعظم القضايا التي أحدثت في الأمة خللاً وضعفاً وتفرقاً وتشتتاً والذي ينبغي عليه أن نحوز ونحصن وننقي بيوتنا كما أمر الله تعالى في قوله أيها الذين لنقوا أنفسكم وأهلكم ناراً فنحصن أبناءنا ونساءنا قدر طاقتنا مما دخل علينا من تلك الوسائل بتهذيبها ومتابعتها ومراقبتها وعدم منفذات الأمر فيها بعض الناس يعني نسأل الله العافية فتح لأبنائه الأبناء على مصرعي كما يقال يعني وأتى لأولادي بكل ما طلبوه من أجل مضاهات الناس وتقليدهم وأن نتماشى مع ما يتماشى الناس من غير أن يتابع الإنسان ومن غير أن يراقب ومن غير أن يعلم ما في هذه الأجهزة والله يا أخواني من القصص التي تدمي القلب مما تنقل عن الأطفال الصغار في مشاهدتهم لما يخدشوا الحياة ويهدموا في قلوبهم الغيرة ويهدموا في قلوبهم مبادئ وصول الدين وصول في الدين لمما نخشى والله معه خروج جيل يتربى أو يهدم في نفسه وصول مبادئ التي رعاها الله عز وجل ورسوله في كتاب والسنة يقول الله تعالى بعد ذلك نختم الحديث لما بقي إلى الوقت قليل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ختام السورة بهاتين الآيتين للإخوة هو رجوع إلى غرضها الأول في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحديث عن المؤمنين أعاد الحديث إلى النساء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النساء كافة فضرب لهن المثل الإيماني ومثل الكفر نموذجا إيماني ونموذجا كفري فقال الله عز وجل في النموذج الكفري ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نبيين من أنبياء الله عز وجل كانت تحت عبدين من عبادنا وذكر الله عز وجل هنا العبودية ولم يذكروا النبوة للدلالة على أن حال الزوج من عبودية الله عز وجل وطاعته والقيام بأمره وحال هاتين المرأتين من مخالفة ذلك ومعصيتهما لله عز وجل قال كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما كيف خانتاهما؟ خيانتهما بكفرهما وعدم إيمانهما وخيانة نوح بماذا كانت خيانة امرأة نوح بماذا كانت؟ خيانة امرأة نوح بكفرها وامرأة الوط بدلالتها بدلالتها قومها على ضيوفه حينما يأتيه من الضيوف فيخفيهم فكانت تدل قومه عليهم لكفرها وعدم إيمانها به فهذا معنى خيانتهما وأما خيانتهما في العرض فحاشا وكلا فليس في أزواج أنبياء الله عز وجل أحد حتى ولو كانت كافرة مثل هذه مثل هاتين أنخانتهما في عرضهما فقد عصم الله تعالى أنبياءه من ذلك حفظا لهم ولمقامهم قال الله عز وجل فلم يغني عنهما من الله شيئا هذه هي العبرة والمقصد الأهم من القصة يشير إلى حفصة وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج الصالحين من عباده أنه لن يغني عنكم كون زوجها النبي أو كون زوجها رجلا صالحا سيشفع لها عند الله عز وجل لن ينفع الإنسان إلا نفسه وهذا يؤكد على الزوجة أن لا يهون على نفسها وبخالفتها وتقصيرها كون زوجها صالحا مؤمنا قال الله عز وجل وقيل دخل النار مع الداخلين فهما أزواج نبيين ومع ذلك دخلت النار فلم ينفعهما كونهما تحت هذين النبيين ثم ضرب الله مثلا للمؤمنين فقال وضرب الله مثلا لذين آمنوا امرأة نوح وامرأة في العون هذه المرأة الصالحة الكاملة آسية بيتمزاح التي كانت مع أشد كافر على وجه الأرض وأغنى غني على وجه الأرض وقته ومع ذلك زهدت في غناه وزهدت في ملكه ورغبت في ربها عز وجل وما عنده والله إن هذا لخير مثال للمرأة ولذلك كانت قد كملت فيما عده النبي صلى الله عليه وسلم في من النساء كاملة من النساء أربع وذكر آسية متبزاحهم لأنها قد بقيت تحت هذا الكافر الطاغية الذي هو أعظم كافر على وجه الأرض وأعظم ملك على وجه الأرض وأعظم غني على وجه الأرض لكنها زهدت في ذلك كله وآمنت بربها والله إنها لدرس عظيم لكل مرأة تزهد في الدنيا وفي الملك وفي المال من أجل زوج صالح أو من أجل أن تكون مؤمنة بالله عز وجل قال الله تعالى عنها إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة لاحظوا إخوان الكرام أنها أرادت أن تستبدل ذلك البيت الكافر الطاغية الذي ملئ كفرا وضلالا ببيت عند ربها ثم تأملوا أيها الأخوان قالت ابني لي عندك ما قالت ابني لي بيتا عندك قالت عندك بيتا لاحظوا أنها قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة مما يؤكد أنها تريد قربها من ربها وتريد الدرجات العلا من الجنة وهذه المرأة الصالحة المؤمنة ترجو قربا من الله عز وجل إن ابتليت بزوج أساء إليها أو ظلمها أو عصى الله عز وجل فيها أن تصبر وتحتسب إن كان فيه إيمان وإسلام وظاهرة كي يصلي أن تصبر وتحتسب على ما هي عليه حتى يعوضها الله خيرا منها بعض النساء هداهن الله إذا وقع من زوجها خلال يسير تركته لا يجوز ولا ينبغي المرأة أن تترك زوجها ما دام فيه ما دام يقيم الصلاة ويشهد أن لا إله إلا الله مهما فعل ما فعل فلا يشرع المرأة أن تترك حتى تيأس منه فلتصبر ولتحتسب وتجاهد نفسها معه لعل الله يعود به لعل الله تعالى أن يهديه وإن صبرت واحتسبت ما هي عليه فإن الله سيعوضها خيرا قال الله عز وجل عنها ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ثم قال الله عز وجل في خير النساء أيضا ممن كملت من النساء مريم بنت عمران عليه السلام قال الله تعالى عنها ومريم بنت عمران التي أحصرت فرجها فنفقنا فيها فيه من روحنا في هذا درس عظيم أيها الأخوة أن مريم حينما أحصنت فرجها حينما أحصنت فرجها ماذا عوضها الله بولد من أنبياء الله عز وجل من أول العزم أرأيتم عاقبة التقوى أيها الأخوة أرأيتم أيتها الأخت المسلمة والفتاة المسلمة التي تعيشين في هذا الوقت من الفتن والشهوات والتي تعرض ليل نهار على الإنسان في كل مكان كيف أن المرأة إذا عصمت نفسها وحفظت وحصنت فرجها كيف تكون العاقبة لها العاقبة لها أن الله يرزقها زوجا صالحا بإذن الله العاقبة لها أن الله يرزقها بيتا مسلما مؤمنة وأبناء صالحين والله يا أخواني أن هذا درس عظيم لكل فتاة في هذا الوقت التي ابتليت بفتن وشهوات أنها تستحضر ما كانت عليه مريم عليه السلام وحصنت فرجها فعوضها الله عز وجل بنبي من أنبياء الله من أول عزم قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها هذا يؤكد أن المسلمة ينبغي أن تكون قوية بكتاب الله عز وجل مؤمنة مصدقة وكتبه وكانت من القانتين طائعة عابدة لله عز وجل قائمة بأمر الله هذه الصفات صفات الكمال للمرأة هذا المثال الذي أراد الله عز وجل أن تكون عليه المرأة المسلمة ولذلك ضربه الله تعالى للمؤمنات فحري بنساء المؤمنات أن يكن على هذه الصفة ليلحقنا بتلك النساء الكمل وليكمل إيمانهن وحالهن ورد الله عز وجل عنهن فما أعظم يلق هذه السورة الكريمة العظيمة التي تربي البيت المسلم تربي وتعد البيت النبوي والبيت المسلم والنساء تكملهن نساء المؤمنات بالصفات التي يكن عند الله فيهن قربا وزلفا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين وأن يصلح بيوتنا وأهلنا وأبنائنا وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر